طيب تغيير الأوجه هذا سيطل إسرائيل هل إسرائيل سنشاهد فيها تغيير أوجه نتنياهو وغيره؟ يشارك فيها؟ نشاهد تغيير أوجه في إسرائيل إسرائيل طبعا إذا هدأت العاصف تبع إسرائيل سنشاهد تغيير أوجه لكن المهم السياسي الإسرائيلي هل ستغير؟ عندما أنت تعرف إسرائيل ليست المشكلة في الحاكم إسرائيل كما يقال نتنياهو له مصالح في بقاء الحرب وله مصالح في كذا ولكن لكن أنا أتحدث عن الدولة دولة إسرائيل كدولة عندما يكون هناك مشكلة تتفق المعارضة وغير المعارضة على نفس البرنامج هم متفقون على ضرب لبنان هم متفقون على ضرب غزة بغض النصر عن التفاصيل أنه نفعل نقوم بهدوء حاليا ثم نعود للحرب ثانية متفقون من حيث الأهداف أما تغيير الوجوه لا يعني تغيير السياسة سياسة إسرائيل إسرائيل موجودة في المنطقة لهدف استراتيجي فبغض النظر عن الذي سيحكم أو سيكون في منصب نتنياهو رئيس وزراء الكيان العدو سيقوم بنفس البرنامج أمريكا تقول اليوم نتنياهو يتصرف ويطلب مننا المساعدة لماذا تساعده إذن؟ إذا هو كان يتصرف ويأخذ القرارات منفرد وليس هذا يوجه الإهانة إلى الأمريكان أنت تعرف في آخر خطاب عندما خطب في الكونغرس تقريبا شتم الأمريكان وكلهم صفقوا له إذن المشكلة ليست في نتنياهو المشكلة في كيان له مهام في المنطقة وله برنامج وأمريكا أو أطراف أمريكا أو السائرين في هذا المشروع مضطرين على حماية إسرائيل مجرد ما تخلوا مع أن المشروع تباعهم الشرق أوسط هذا انتهى أنت تعرف زرع الكيان في هذه المنطقة هو هدف الأساس هو ضرب المنطقة العربية خلق كيان غريب أجنبي ضرب هذه الزاوية بين مصر وبلاد الشام وبالتالي تحقيق ما يريده الاستعمار الأوروبية القديم بشكله الجديد هذه المشكلة الأساسية سواء نتنياهو لن يكون إلا بس منها الوجوه التي ستمر على إسرائيل بالتأكيد سيتغير لن يبقى نتنياهو ولا سيما إذا هدأت الحرب شكرا